هل فكرت لماذا خلقت؟ ولماذا وجدت في هذه الحياة؟ إنك خلقت لتعبد الله قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَلَنْ تُحَقِقَ الْعُبُودِيَّةَ حَتَّى تُطِيعَ أَمْرَ اللَّهِ فَتَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ وَتَجْتَنِبَ مَا يَنْهَاكَ عَنَّهِ فَلَا يَسْتَحِقُ مَقَامَ الْعُبُودِيَّةِ مَنْ يَتَمَرَّدُ عَلَى رَبِّهِ وَلَنْ تَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ حَقًّا حَتَّى تُحِبَّهُ وَتُعَظِّمَهُ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا قال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أشد حبا لله ومع حبك لله ترجوه وتخشاه فالخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استوى يستوى الطائر وتم طيرانه وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص ولم تكون عبدا لله حقا حتى تجعل العبادة منهج حياه لا مجرد شعائر تؤدى داخل المسجد قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالعبادة أن تجعل المعاملات الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية والمناهج التعليمية وكل مناح الحياة موافقة لشرع الله قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةَ فالمسلمون مأمورون أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك ولن تحقق تمام العبودية حتى تقوم بعبادات القلب كالإخلاص والتوكل وعبادات اللسان كالذكر والدعاء وعبادات الجوارح كالصلاة والصيام وبهذا يتم الإيمان فالإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان ولن تكون عبدا لله حقيقة حتى تستمر على العبادة إلى آخر لحظة في الحياة قال الحسن البصري رحمه الله يا قوم المداومة إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين